بمعنى أنه حيكون له حارات منعزلة مش هتخش فيه أي عربيات أخرى حيكون الطريق اللي هو هذا الأوتوبيس بحيث أنه حيكون متصل بإشارة المروض اللي موجودة على الطريق الدائري حول القيرة الكبرى بحيث أنه بيدي إشارة للإشارة أنه دخل عليها فتفتح له الإشارة بمعنى أنه مش حيقف إشارات حيبقى ماشي على طول وهتتحدد له محطات هذه المحطات حيتم تحددها وفقا لكسفات السكانية اللي ستكون موجودة أعلى الطريق الدائري عشان تركب هذا الأوتوبيس بالإضافة إلى التقطعات الرئيسية الموجودة في الطريق الدائري هذه الأوتوبيسات طبعا أوتوبيسات مكيفة فيها واي فاي فيها كراسي فيها نوع من رسائل الراحة والأمان هل بتعمل بالشكل الزاكي اللي بنشوفه ربا أن مثلا لو أنا معي كارت بأعمل الكارت كده بالضبط وهيكون هذا الأوتوبيس بيتفتح بالكارت وبيتقفل بالكارت وده بيحكون مع قائد الأوتوبيس هذا بالإضافة أن هذه الأوتوبيسات بتسع 167 راكب اللي هو الأوتوبيس المزدوك وهذه الأوتوبيسات عندها القدرة أنها تحمل أربع ألاف راكب في الساعة الوحيدة هذه الأوتوبيسات الغرض منها أننا بنخش هنا في نظام حياة كريمة وهو ده شعار القيادة السياسية من ساعة مشرفنا في الحكم في الفترة الأولى في 7-6-2014 وهي حياة كريمة للمواطن المصري أن أنا بخالي كل السادة المواطنين بكافة طبقات المجتمع وكافة الإمكانات الاجتماعية والمادية اليوم أن أنا بركبه وسيلة مواصلات كريمة محترمة زي بالظبط زي اللي راكب العربيات الفخرة يبقى الأسعار برضو معقولة الأسعار ستكون حسب المحطة اللي حضرتك ستنزل فيها والأسعار ستكون متقاربة جدا لأن الدولة بتدعم أي حاجة سواء مواد غذائية أو مواصلات أو بوترول أو وقود أو 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 عشان تدعم المواطن المصري زي ما نشوف برضو في رغيف العش والمدارس الحكومية وغيرها من الجهات التي تتعامل معها المواطن يوميا ومتعطبة منتزمات المواطن يوميا فعشان كده الدولة بتدعم هذه التذكرة طبعا اللي جاي بالكارتونة والشكارة والمعاشوات معدات مش هينفع يركب يركب حاجة من تحت بالظبط كده وبعدين عايزين نوضح أن كل محطة هيكون فيها منزل الكبري وسلالم متحركة حضرتك هتنزل من المنزل دوت أو السلالم متحركة هتلاقي المكربصات وقفة تحت هتقوم بتحميل السادة المواطنين إلى الجهات اللي ما هي حتواجهه ربط بالمحطة دي تكون مربوطة بالموقف يعني دخليني برضو نقف على فكرة الموقف العشوائية اللي هي كانت في أي مكان الناس دلوقتي بتشتكي من أن السلم بتاع المشاف الدائري ما بقاش موجود وتقفل أثناء عملية التوسيع أو التطوير فالهي كانت مسر خطورة على حياتهم كل يوم كم من حوادث كان بيحصل للناس وبعدين كمان عايزين منع المكربصات من أعلى طريق الدائري الغرض منه عدم التداخل بين المواصلات وفي نفس الوقت عشان أسهل الحركة الموضية الطريق الدائري حول القرارة الكبرى تطوله 106 كيلو متر مربع هذا الطريق كان بيمشي عليه يوميا 220 ألف سيارة معادة الجمعة الخميس والجمعة والسبت كان بيمشي عليه حوالي 250 ألف سيارة أدى إلى تهالك الطريق الدائري أدى إلى حوادث جسيمة يوميا وأكثر من حدث لذلك كان الدولة إكباري كانت لازم تعمل الطريق الدائري الإقليمي اللي هو بطوله بعمية كيلو متر مربع واللي هو توقف نتيجة الأحداث بتاعة 2011 و2012 والقادة السياسية أول ما شرفنا في الحق كان من أول الشبكات الطريق الدائري الإقليمي الطريق الدائري الإقليمي كان يعتبر البديل الأساسي والرئيسي مكان الطريق الدائري حول القائرة كبرى أوصاتيük كمان ومفيد دائري الأوساطيük كمان لا الطريق الدائري الأوساطيض أنا ليسا من خلصينه دلوقت يعني متكلم الطريق الدائري الإقليمي ده خلصان حضرتك من 2017 حماس دي يعني بقى فيه أكثر من بديل طبعا دلوقت يكون فيه طريق دائري الأوساطي دلوقت عند حضرتك جزيك في محور جديد دلوقت زي محور سعد الدين الشازلي كل هذه المحور خفيفة الضغط المهوري على الطريق الدائري حول القيارة الكبرى هذا بالإضافة إلى منع السيارات النقل السقيل اللي هي خمسة فأكثر من السير حول الطريق الدائري حول القيارة الكبرى من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 ليلا فبالتالي قدرنا نخفف أداد وأحجام السيارات اللي بتمشي في الطريق الدائري حول القيارة الكبرى وساعد بشكل كثير على تسهيل وتسهيل الحركة المضرية بالإضافة إلى الحد من الحوادث المضرية أنت ممكن نشوف الحاجات الحلوة أو حراك بتتكلم عليها إن شاء الله بإذن الله يوم 3012 من هذا العام حتتتفرج على طريق الدائرة حول قرارة الكبرى اللي سيكون فخرة للمصريين